محافظة ميسان تعاني من نقص حاد في الكوادر التدريسية والتعليمية والإدارية هناك مدارس مغلقة حد الآن 35 مدرسة جديدة مغلقة بسبب عدم توفر الكوادر التعليمية والتدريسية والإدارية بالإضافة أنه خريجي منه الوحيدة محافظة ميسان من بين المحافظات جميعا حصلت فقط على 5900 من المحاضرين الذي تم تثبيتهم على الملاك الدائم بينما باقي المحافظات هناك 30 ألف بالنسبة لمحافظة نجف 16 ألف بالنسبة لمحافظة ديالة 60 ألف وأكثر بالنسبة لمحافظة بغداد بينما الوحيدة محافظة ميسان الذين ثبتوا على الملاك الدائم هو 5900 أقل محافظة